لا يستطيع أحد أن يحدد متى وكيف ستنتهي الحرب في قطاع غزة لكن الخبراء وزعماء العالم توقعوا خمسة سيناريوهات للحرب يجمعها قاسم مشترك وهو التحذير من خطورة تماد إسرائيل في حربها على القطاع بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع وتحويلها إلى دول ومناطق أخرى على أرض غزة بات مشهد حطام المنازل وركام المستشفيات والمدارس ودور العبادة حاضرا في كل جنباتها في حين يخيم على سمائها مستقبل غامض ترافقه تصريحات تؤكد استمرار أمد المعارك شهورا في ظل تصاعد الصراع وتراجع الدعم الغربي لإسرائيل تدريجيا قفز المسؤولون في واشنطن وتل أبيب لمناقشة خطط مستقبل غزة ما بعد الحرب وسط توقعاتهم بتحقيق هزيمة صاحقة لحماس حتى إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث عن خطط بعد الحرب تحت ما سماها مجموعة البدائل المحتملة لمستقبل القطاع في حال عزل حركة حماس بلينكين أكد أن تل أبيب لا تريد إدارة غزة لكنه ما زال يدرس بدائله المحتملة في وقت شكلت فيه حكومة الاحتلال لجنتين وزاريتين للعمل على بلورة مستقبل القطاع المحاصر وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال عن ما هي هذه الخطوة هل هي آمال الاحتلال؟ أم استشراف لمستقبل بمحدداته الواقعية لما تحيكه إسرائيل وداعمها من عمل للقضاء على المقاومة والحكومة الفلسطينية في غزة؟ بعض الذين يقولون إنه لا يمكنك قتل فكرة ما يرفعون سقف المعايير أكثر من اللازم هذا ما قاله مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المحلل الأمريكي روبرت ساتلوف مؤكدا أن أهداف الحرب الإسرائيلية قابلة للتحقيق بشكل كبير في الواقع فهي تشبه أهداف الولايات المتحدة في مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش في العراق وسوريا ما يجعلها غير مستحيلة في ظل دعم واشنطن لا متناهي لتل أبيب ولكن حتى إن وضع القادة والساسة والمحللون الخطط والسيناريوهات تبقى إرادة الشعوب هي المحرك الأول لتقرير مصيرهم فالفلسطينيون وحدهم هم من يكتبون فصول قضيتهم الأبدية منذ بدايتها وحتى تحرير أرضهم الأبية